بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فقد كرمنا الله سبحانه وتعالى وشرفنا ببلوغ شهر رمضان ومتعنا بنفحاته وأنواره فصمنا نهاره امتسالا لأمر ربنا وقمنا ليله عملا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما قدمنا من عمل في هذا الشهر الكريم وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وصدقاتنا وقراءة القرآن والذكر والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نفحات الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل لنا عيدا نفرح فيه عقب عبادة الصوم والفرح في يوم العيد يكون بما وفقنا الله سبحانه وتعالى من صيام شهر رمضان المبارك وقيام ليله والطاعة فيه لله عز وجل بكل أنواع الطاعات والعيد له آداب ينبغي الالتزام بها كما دلت على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المشاهد الكريم استطلاع الدار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الثلاثاء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام الف واربعمائة وخمسة واربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق الثامن عشر الثامنة من إبريل لعام الفين واربعة وعشرين من الميلاد استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال هذا الشهر الفضيل شهر شوال استطلعته من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية وقد تحقق لدينا تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شوال وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم السلاثاء الموافق التاسع من شهر إبريل لعام الفين واربعة وعشرين من الميلاد هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم الأربعة الموافق العاشر من شهر إبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك وبهذه المناسبة الكريمة نتقدم بخالص التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ونتمنى لسيادته دوام الصحة والعافية وأن يسدد الله سبحانه وتعالى خطاه كما نتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان دعينا الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام وهو نعم المولى ونعم النصير وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله شكرا